طيب ميسر موسيماني ركز على إيه النهاردة في التمرين؟ ركز بشكل كبير جداً على ناحية الخططية يعني على ناحية البدنية أعتقد أنه الأهلي ما عندوش مشاكل بشكل كبير لكن ميسر موسيماني وقف التمرين أكتر من مرة وتكلم ود تعليمات لبعض اللاعيبة سواء في الأدوار اللي بتقوم بيها جوة الملعب أو في تنفيذ جمع المعينة الراجل بيشتغل على التفاصيل بشكل كبير جداً وبيحفظ كل اللاعي في كل مركز إيه الأدوار المطلوبة لأنه كل اللاعب بيبقى ليه أكتر من دور في المباراة وحسب سيناريو المباراة ممكن يتغير الأدوار دي يعني لو الأهلي متقدم من الورد جداً يبقى فيه صلاحيات معينة للعيبة في خط الظهر وخط النص لو الأهلي متأخر وارد جداً أن الصلاحيات دي أو الأدوار دي تختلف بشكل كبير جداً فالراجل بيشتغل مع كل اللعيب بشكل مفرد ومع كل مركز حسب متطلباته وزي ما أنت قلت أحمد من أكتر الحاجات للحياة الإيجابية في مستر موسماني هو أنه يمكن قدر يرجع لعيبة معينة من الإعارة وطلب لعيبة بالإسم وقدر يعمل توليفة مختلفة ويخلي فيه انسجام كبير بين اللعيبة آه مع الوقت الانسجام ده يمكن هيزيد أكتر ولكن من الأول من البداية شفنا لعيبة كانت لسه يمكن أول مباراة ليها والتانية وبنشوفهم قد إيه بينسجموا بشكل سريع وبنشوف جمل في الملعب محفوظة بين اللعيبة واللي يقول أنه موسماني طبعا طبعا النادي الأهلي أرض خصبة الحقيقة لأي مدرب يجي يمسك النادي الأهلي هيلقي فريق كبير ولعيب عنده مهارات عالية ولكن المدرب ده قدر يتعامل مع كل لاعب على حدة نفسيا وفنيا ويخلي كل لاعب يتطور شفنا تطور على المستوى الفردي للعيبة وتطور كمان على المستوى الجماعي